السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بغيتش نخرج قبل حتى نزيد نتأكد من المعلومات ديال البنت شابة اللي تقتلات وتلاحت في البير هات الشابة مشات في الربيع ديال العمر ديالها لغصب ليها شبابها وحد شاب يعني تقريبا من العمر ديالها العلاقة اللي كانت بيناتهم الله أعلم إنسان خصو يقول الله أعلم كانت علاقة ولما كانت شاء الله أعلم هو دب في الاعترافات دياله هو اللي غادي يقول الحقيقة الولدين ديالها مساكن مجروحين ومجروحين ومدبوحين على الشابة خرجت جيب غل خبز المناضة في العشرة ديال الليل مشات ما تلات شارجهاد 15 يوم السيد مجوجه عنده الولاد عشدة هات النوع ديال الشباب اللي تتكون عندهم المرأة كيمشي ويتصحبوا مع البنات اللي بقين صغارات أو كيوعدوهم بالجواج كيخبيو علهم أنهم جوجين كيتعلقوا بيوم هاد البنات أو ما كيتعلقوش بيوم تيكونوا غير هما معجبين بيوم حتى هما يديروا التعدد عنده ولا ما عندوش أو عندو شوية وكيحس برأسه بالله رهوى رخصه رأم رأخرا مجرد ما كتقاومه كتقول لي لا أو لكتعارضه أو لا ما كيرضاش كيحس أنه راجل تهان في الرجولة دياله كيحس أن هذه السيدة ما بغتش تعطيه واحد واحد الإحساس ديال أنه راجل غدي ياخد جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ديال الأرقام ديال ديال الأزواج اللي غتكون هي منهم كيكون حاطها في راسوتي يقول لك لا أنا لما أخدتنيش غنضبحها ونضبحها ونضبحها بحل السيدة فطيم الزهراء الممرضة اللي قتلها غير يخطبها ما بغتش قتليه اللارة أنا قلتها لدارناه ما بغوش حلف عليها قال لا غد ينقتلك واش ده بقول لك القتيلة غير أجي وقتل واش ده بقول للي عنده شي بنت خسا تسد عليها أنا رجعو الزمان اللي عنده شي بنت تسد عليها وما تقريها ما تخرجها شو اللي والوحوش ما كينش نخزن كينش خوف الله رقلت الإيمان قلت الإيمان الإنسان ما تيخافش الله وتمشي للروح اللي عزها الله ودار ليها واحد واحد النقطة أنها ما تمشيش هذيك الروح هكا كسا كسا ولو بعد سنين إلا ويبان القاتل علش كسرو هذي الرجال اللي كينو ضيقتلوا هذي العيالات وهذي البنات هذي الشابات علش كسروه بحل هذي كل نهار لقو طفلة صغيرة عندها ثلاث سنين ونص شدها واحد طحش عنده ثمانية وعشرين سنة أو ثلاثين وثلاثين سنة وبغيت تكرفس عليها هذيك حتا هي علش مموها خارجة كتنشر بالليل عيني انتي خليتي تصبين تصبين كنك نعرفوه كي سبنون الناس مع السبعة الصباح وبنولو الممكن ديال الصابون ولات المراخ الدامة وكتضور او خرجت مشت قديش عولها في الزنقة ومخليها لماكينة ديال الصابون كتضور هناش شي وحدة اللي بقى كتنشر الحويج ديالها من فوق 12 كتدوز عليهم الشمش ديال العشية وحدة مشت تجيب الخبز عندك والخورة البنت الصغيرة حواقفة حداك كيفاش طفلة صغيرة واقفة وانتي هزا عينك الفوق وكتنشري وداز من حداها خطف دراري وزا ودا وكنو مش هي هدوك الناس اللي عتقوا عتقوا روحة عباد الله راه السيد راه شد البنت صغيرة راه راه شي كتر راه شي عيب هادي ده باش ده خمستاشر يوم واش قتلها ولاحها بقي الحقيقة ما بنش باش ما يبقاش من هذا ما يخرج والقناوات وبدأ يقول لا را قلال لا را حامل لا لا الواحد ما يتقلج راه ذاك التقليد هو لك يزيد كتر بالمشاكل اللي كتصير من بعد يقول لك نديلها ونفعلها وخليها وراد يخرجوا غاد يعطوني أنا الحق منين نقولوا راه حاملة وراها خرجت معاه وراها كتعرفوا راح نكن بروا هاداك السيد اللي دار ذاك الفعلة كنبروه كنعطيه الحق ديالو انه يديرها هاديك الممرضة اللي ما تزقال لك خمستاشر عام وانا كنصرف عليها ودت لي الفلوس يعني اعطى الرسول واحد الحق فين يقولوا الناس لا والله يلا ظلمات وارقي من بعض البناس كيديروه كاك وحتى هي را دارت لي هي من دوك البناس وكلهم هادو تيشكرهم حبابهم والدهم تيقول لك من اطيب خلق الله علش احنا غالي يقبنادي من المزيان والتي تقتلوا كيمشي وما كيعيش حياته بحال الناس حيث ربيه ولي يمقسم لنا اشنو غدي صار لنا في الدنيا صحيح لكن العقل والايمان كيحيدوا بزاق دير المصائب اللي كاسجيل الانسان عاش الله امرنا بالصلاة والزكاة وامرنا بالصوم وامرنا بالوضوء وامرنا بقراءة القرآن باش نهربوا على ديك المصائب دير الشيطان اللي غدي تصيبنا واش المصائب غدي تجيك قال لك وصادقة لصدقتها كتحيد عليك اي مصيبة كتجيه اي كريسة كتجيك شوف القوة دي الله سبحانه وتعالى في العبد دياله المحبة دياله كي يحيد منه بزاق ديال المصائب تجيه غيب صادقة صادقة مثلا حاديث سرقة قتل مادمنا احنا هاربين من هاد الاشياء اللي فيها الايمان وفيها التقوى را الاو غدي يسبقى مصيبة على مصيبة على مصيبة اسبوع كله داز بالمصائب انا مش هي تنقول غير اسبوع را اسابيع را ايام وهي غادا هكك يوم علي يوم علي يوم علي يوم وش احنا ما نحلوش اليوتيوبش يصبح ونلقاو صبح الخير وحد هزور دا وقانا الخرا صبح الخير حاط الفطور ولاخر صبح الخير حاط القرآن ولاخر صبح الخير بايس رسمو ولاخر صبح الخير غدا المدرسة ولاخر غصباح الخير غدا الخدمة ما كتلقا غي كاريتا على كاريتا والبيار كترات مرا كبيرة غي كتاشفات مصيبة بين ولد امو طلعت الحقيقة انه مش يمو شافوها شافتهم تفقوا عليها باش يقتلوها تلفوها دا بحتل عائلة ديالا مقاش كتخرج تهضر اشهد 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 لعبت اشهد قلت الايمان ودا بشابة في العمر ديالا من العشرينات مسكينة اكوك مشات اشنو دنبا شنو ما كان دنبا ما كينش مبرر القتل انسان ينضي قتل روح اللي رب سبحانه وتعالى خلقها في انسان وحطها مؤمنوا عليها كيجي وحد اخر وكيقتلها علاش لا حول ولا قوتها الا بالله العليه العظيمة الشي اللي احنا غدين فيه ما كيبشرش بالخير ما نقدرش نقول علامة الساعة لان الساعة كيعلم بها غير الله سبحانه وتعالى وانما قلت الايمان هذا كانت منه انترحموا على هاد السيدة هاد الشابة والشابة الخرافة طعم زهرا ممرضة واتقوا الله في خلق الله يا عباد الله